السعودية تصدر قراراً جديداً يستهدف المغتربين اليمنيين في كل مناطقها تفاصيل صادمة أصدرت المملكة العربية السعودية قراراً جديداً يتعلق بخطواتها المتدرجة لترحيل وترد كل المغتربين اليمنيين عن أراضيها في وقت كشفت فيه تقارير دولية أوردتها وكالة رويترز عن تواطئ حكومة هادي مع عمليات الترحيل التي تستهلف 800 ألف مغترب وأفارت مصادر من منفذ الوديعة الحدودية بتوجيهات سعودية بإغلاق المنفذ البري الوحيد مع اليمن دون تحديد موعد استئناف فتحها مشيرة إلى أن أكثر من ألف سيارة وحافلة شهدت خارج المنفذ في وقت اضطر فيه المسافرون مع عائلاتهم للمبيت في العراء منذ يومين ولم ترد السلطات السعودية أي سبب لهذا القرار الذي يعيد سيناريو عيد الأضحى عندما احتجزت المغتربين لأكثر من شهر بذريعة الخروج بسيارات ربعية الدفع وأكلت المصادر استكمال كافة المغتربين الراغبين بالعودة إلى أعمالهم داخل المملكة لكافة الشروط المطلوبة بما فيها لقاح كورونا وهو ما يعني اتباط وثيق بقرارات ترحيل اليمنيين الأخيرة والذي بدأته السعودية من جيزان ونجران وعسيرة واستهدفت المئات في القطاعين الصحي والأكاديمي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الدولية رويترز الوكالة أوضحت في تقرير لها إلى أن الحصيلة المرتقبة للمرحلين سوف تكون كبيرة خصوصا وأنها تستهدف مناطق المملكة ملمحة إلى تورط حكومة هادي في العملية بعد رفضها التعليق رغم نقل الوكالة عن مالك مؤسسات سعودية متضررين من العملية وصفهم للخطوة السعودية بالغير المبررة ولا يوجد سبب لطرد العمالة اليمنية